السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تأملات في سورة المزمل سورة المزمل هي الثالث سورة نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان العالم يعيش في جاهلية جهلا وكان الناس يتلمسون النور الالهي حتى جاء الوحي الربني ونزل على قلب خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم العالم قبل نزول هذه السور كان يعبد الاصنام والاوتان والبعض الاخر يعبد الشموس والكواكب والافلاك والبعض الاخر يعبد الجان او يعبد اشياء غريبة ومعظم الناس يعيشون في انحراف وفي ضلال ويتلمسون من يوجههم الى الطريق المستقيم كان هناك بعض المستنرين اما شعراء او ادباء واما فلاسفة او مصلحين لكنهم كانوا فقط يستندون الى منطق العقل وليس الى منطق الوحي فكذت كل جهودهم بسيطة ولهم شطحات ولهم انزلاقات وانحرافات متعددة حتى اكرم الله سبحانه وتعالى الانسانية جمعاء ببعتة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البدء نزلت سورة اقرأ لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء تحنث جاءه الوحي الالهي وقال اقرأ يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق فجاء اول امر بالقراءة فلما ذهب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى بيته يرتجف وهو خائف نزلت تاني سورة وهي المدثر نزل قول الله تعالى يا ايها المدثر قم فاندر وكأن ربنا عز وجل يقول له يا محمد لقد انزلنا عليك القرآن ليس لكي تنام وليس لكي تتغطى تدتر المدثر يعني الذي تدتر بالتياب شعر بالخوف شعر بالوجل وبدأ يرتعد وتغطى فجاءه الوحي الالهي وقال يا ايها المدثر هذا اسلوب فيه تحبيب من الله سبحانه وتعالى الى نبيه نحن لم ننزل عليك القرآن لكي تنام قلنا لك اقرأ باسم ربك الذي خلق الان عليك ان تقوم قم فاندر وربك فكبر وتيابك فطهر وبعد ذلك بدأت الاية تنزل على النبي الكريم لكن لازال انه ينام حتى بالليل كان سيدنا النبي في الاول ينام الليل ويتغطى بالتياب لانه كان يشعر بالبرد ويشعر بالسقيع من شدة قوة الوحي الالهي فجاءت السورة التالثة على الترتيب كما ذكر على الارجح علماء التفسير هي سورة المزمل فجاءه النداء الالهي يقول يا ايها المزمل قم قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا تقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطعا واقوى مقيلة ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخده وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا نزلت هذه الايات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الله تعالى يؤطره ويوجهه ويعده لكي يتحمل اعباء الدعوة الاسلامية ربنا يقول له يا محمد نحن قد اخترناك واستفيناك وامرناك بالقراءة طبعا القراءة ليست القراءة الابجدية وانما القراءة الفكرية التأملية المبصرة للوجود والحياة والمجتمع وسلوك البشر قراءة شامل عامة قال له عليك ان تزين عنك النوم وعليك ان تستعد لتحمل عبء الرسالة يا ايها المزمل يعني انه الذي تزمل بالتياب انه وضع فوقه توب فوق توب وكأنه يريد ان يخلد للنوم سيد النبي تعب ولما قال له الله تعالى يا ايها المدتر قم فاندر لابد ان تندر قومك فخرج اليهم وقال اني ندير لكم بين يدي عذاب اليم لم يقل بشر وانما قال اندر لان الوضع العام كان كانه وضع انحراف وضلال وجهلية فجاء ربنا عز وجل يقول له يا ايها المزمل ايضا حتى الليل لابد ان تقوم فيه ارشده ربنا سبحانه وتعالى الى طريقة عجيبة لمن اراد ان يتقوى من اراد ان يضمن القوة الروحية من اراد ان يضمن الانبعات المعنوي من اراد ان يشعر بالقدرة على تحمل الاعباء دله ربنا على السر ما هو السر قم الليل الا قليلا الليل فيه سر من الاسرار حينما يكون الناس كلهم نائمين ويكون هناك سكون وغفلة تامة ينزل ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من صاحب حاجة فاقضيها له هل 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 فربنا اراد من نبيه ومصطفاه ان يكون هو الصباق لنيل هذه المكرمات فامره بقيام الليل قال له قم الليل الا قليل كل الليل لاحظوا بان في اول الدعوة الاسلامية سيكون الامر شديد لكن فيما بعد سينزل التخفيف قم الليل كله الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه انه يقوم نصف الليل احيانا اقل من نصف احيانا يزيد عن النصف تلتين مرة التلت مرة النصف مرة التلتين فكان واجب على هذا النبي الخاتم امام المرسلين عليه ان يقوم فترة طويلة من الليل اما النصف واما التلت واما التلتان ماذا يصنع في هذا القيام انه يكتر من الدعاء والتهجد ومن الاستغفار ثم ورتل القرآن ترتيلا في الليل عليك يا محمد ان تقرأ هذا الكتاب كثيرا ردده فكان سيدنا النبي يرتل القرآن ترتيلا كان يجلس ويبدأ في القراءة وذلك قد انطبع في قلبه وعقله وكان يتأمل ويتدبر ويتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى هذه وصفة لكل من اراد ان يتحمل اعباء الدعوة او يتحمل مهمة الاصلاح او من اراد ان يكون صاحب قضية وينصر ولا يهزم لان هناك معنويات تحتاج الى ان نشحنها اعظم طريقة لشحن المعنويات وهي ان الانسان يقوم الليل فكان النبي الكريم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وهذا شأن الصالحين وشأن المؤمنين وشأن الانبياء والمرسلين قيام الليل ايها الاحباب الكرام وصية من اراد ان يصرف عنه البلاء والاحزان والاوهام من اراد ان يتقوى على تحمل اعباء الحياة من اراد ان يحصل على هرمون منعه ضد كل شيء قد يهدد سلامة الانسان احسن وصفة هي قيام الليل وهناك ترتل القرآن ترتيلا ثم قال له ربنا ان سنلقي عليك قولا تقيلا يا محمد انك مكلف بمهمة المهمة هي اصلاح الامة وهذه الامة هي خير امة اخرجت للناس وستبقى الى قيام الساعة هذه الامة ستأتي بعدها امم تظهر وتختفي وتنضطر وتنضحر الا هذه الامة هذه الامة امة الاسلام ستبقى الى قيام الساعة وعليك ان تقوم بانشائها وتربيتها وتوجيهها وتعمل على ايقاضها ايقاض الهمم فاليد قال له ربنا عز وجل ان سنلقي عليك قولا تقيلا القرآن الكريم كان شديد على سيدنا النبي يروي احد صحابة انه كان مع رسول الله فخده على فخده فلما جاءه الوحي شعر وكأن هناك جبل قد انحط على جسمه بل كان سيدنا النبي مرة على بغلته يسير فجاءه الوحي فاذا بالبغلة تبرك على الارض لان القرآن الوحي كان تقيل لما سئل صلى الله عليه وسلم كيف تشعر لما يأتيك الوحي هل مرة يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو اشد علي فيفصم ثم اني اجدني اتعرق من العرق واغلي مثل المرجل بحل وحد البراد وضعنا فوق النار وفاق مئة درجة ويبدأ يغلي مثل المرجل فربنا قال له ان سنلقي عليك قولا ثقيلة عليك ان تصبر وتحتسب ثم قال استعن يا محمد بالليل الليل هو خير انيس لك لكي يمنحك ربك القوة ويمنحك المنعة فقال ان ناشئة الليل هي اشد وطأ واقوى مقيلة من اراد ان يتقوى من اراد ان يزداد في في الصبر ويزداد في الجلد ويزداد في العزيمة والارادة عليه بناشئة الليل انها اشد وطأ واقوى مقيلة ثم قال له ان لك في النهار سبحا طويلة حتى النهار والناس ينشغلون في امور الدنيا في اعمالهم في تجاراتهم في زراعاتهم لا تنسى يا محمد ان تكتر من التسبيح وتكتر من الذكر ان لك في النهار سبحا طويلة فكان النبي الكريم يسير في الطريق بالنهار ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بالنهار تسبيح وبالليل قيام وركوع وسجود ثم قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا اكتر من ذكر اسم ربك وكان النبي الكريم يقول لا اله الا الله ويدهب عند القبائل ويقول ايها الناس قول لا اله الا الله تفلحوا ويجمع صحابته المكرمين ويقول خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله بامر الله واذكر واذكر اسم ربك اكتر من ذكر الله بعض الناس يذكرون كل شيء يذكرون متاهات الدنيا ومتعها ويدكرون ما يحبون من هذه الشهوات والملدات والمتعلقات وينسون انهم مطالبين بدكر الله اذكر ربك انسى عليك اشياء اخرى اذكر ربك اذا نسيت انسى عليك الامور الاخرى واكتر من ذكر ربك سوف يعطيك الخير وربنا يقول من شغله ذكري عن مسألة اعطيته افضل ما اعطي السائلين من هو هذا الرب هذا الرب عظيم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا المجتمع الجاهلي الاول كان يعبد الاصنام يعبد الساف ونائلة وهبل واللات والعزة ويعتقد في اعتقادات وغيرهم من الامم في عصرهم كانوا يعبدون الافلاك والنجوم ويعبدون الكواكب مثل الصابئة وغيرهم من الاديان التي كانت كلها منحرفة ربنا يعلم نبيه هل تعلم من هو الله انه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو هؤلاء يعبدون الشروق الشمس وغربها ربنا هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلق كل شيء فيعلمه من هي هذه الدات الالهية من هو الله انه رب المشرق والمغرب والمشرق والمغرب ويتغير بمعنى هو رب كل شيء لا اله الا هو امره بان يكتر من كلمة لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ما معنى وكيلا يعني اذا اتخذت الله سبحانه وتعالى وكيل هو حسيبك هو رقيبك هو معينك فانك لن تحتاج الى غيره بعض الناس يبحثون عن مثله من الناس شخص قوي ذو مال ذو سلطة ذو جاه ويطلب منه ان تكون منهم علاقة مودة لكي يحتاج اليه ويرجع اليه ويستند اليه كلما شعر بمشقة او صعوبة في الحياة لكن ربنا يعلم نبيه اياك ان تحتاج الى الخلق ربنا وكيلك اذا توكلت على الله فهو حسبك ثم قال له واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا يا محمد لما تنشر هذا الدين الجديد وهذه العقيدة السمحة وهذه المبادئ الربانية فسوف تصطدم بأناس يرفضونها ويعتبرون بانها قديمة او بالية ويعتبرون بانها معقدة وقد يقولون لك كلام جارح يقولون بانك انت مجنون او انك شاعر او انك ساحر او يقولون بانك انت طالب دنيا انت تبحث عن القيادة تبحث عن الزعامة انت يا محمد تريد اشياء في نفسك وسوف يطعنونك من الامام ومن الخلف فلا تنظر اليهم ولا تكتلت بهم واصبر على ما يقولون اي كلام قالوا فيك من النقد والجرح لا تنتبه اليهم وهجرهم هجرا جميلا انظروا الى اخلاق الى اخلاق الاسلام الذي يكون في المقدم من الناس ويتعرض الى النقد الشديد بعض المسؤولين في البلاد ربما عندهم مسؤوليات كبيرة وكل صباح يسمعون قدفا ويسمعون شتما ويسمعون ضربا من الامام ومن الخلف مدى لمن يفعلوا اذا تخلقوا باخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فانهم لا يردون ولا ينزلون الى مستوى هؤلاء المنتقدين وهؤلاء الذين يرمون بالتهم وهؤلاء الذين يجرحون وانما وهجرهم هجرا جميلا اي لطيفا واتركهم ذلك مبلغهم من العلم ثم ينتقل ربنا عز وجل الى مقطع اخر ويتحدث عن هؤلاء الرافدين للدين منهم مشركون ومنهم منافقون ومنهم ملحدون ومنهم زنادق كل له طريقته المشرك يؤمن بالله لكنه يعتقد بان هناك مع الله من يدبر الامور ويقضي الحوائج هذا مشرك والكافر هذا ينصب العداء لله والملحد هذا ينكر وجود الله والمنافق هذا يظهر انه مؤمن وغير مؤمن والزنديق هذا لا غاية الا الشهوات والملدات كل هؤلاء يكذبون هذا الدين ويرفضونه كانوا في اهد النبي الكريم وكانوا في كل عصر وسيبقون الى قيام الساعة هذا صراع وضعه الله تعالى في هذه الوجود ويستمر وقال وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا هؤلاء المكذبين هم أولي النعمة بمعنى أن الله تعالى أكرمهم أعطاهم الله المال وأعطاهم الصحة وأعطاهم الوجاغة وأعطاهم الصورة الجميلة وأعطاهم مقام عالي في المجتمع وأعطاهم الأولاد وأعطاهم الحضوة كل هذه النعم ومع ذلك تراهم ملحدين مكذبين ودائما يطعنون في هذه الدعوة ويمنعونها ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا هذا تهديد ربنا يمهل ولا يهمل فلعلهم يهتدون لعلهم يرشدون لعلهم يؤمنون ربنا يتركهم لعلهم لكن يبدو بأنهم يرفضون ومهلهم قليلا ثم ربنا يقول لماذا تعذبون هؤلاء الفقراء من المؤمنين هؤلاء المكذبين تجمعوا وكونوا لوبيات قوية لكي يبقوا متماسكين فيما بينهم ويحموا مصالحهم ثم بدأوا يعذبون المؤمنين ويحاصرونهم ويؤذونهم فيقول الله تعالى إذا كنتم أنتم أقوية وهؤلاء مستضعفين فإني الأقوى الله تعالى هو الجبار المنتقم المتكبر وإذا أراد أن يعذب لن يعذب كما تعذبون أنتم عذاب الله أقوى أنتم عندكم السجون وعندكم السلاسل وعندكم المدافع لكن مدى عند الله تعالى قال ربنا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما دا غصة وعذابا أليما ربنا يهددهم بأن عذابه شديد لو أردتم الرحمة فالله أرحم الراحمين لو أردتم اللطف فإن الله تعالى هو اللطيف دو القوة المتين وإن أردتم العناد والجحود فإن الله تعالى هو الجبار المنتقم إن لدينا أنكالا وجحيم أنكال يعني سلاسل وأغلال خطيرة وجحيم والعياد بالله ثم الطعام الذي سوف يقدم لهؤلاء الجاحدون يوم القيامة فيه غصة وأليم لما يأكلونه فتقطع أمعاءهم متى؟ قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ربنا يخبرنا بأن الحياة الدنيا قصيرة وسوف تنقضي وسيأتي يوم اسمه يوم القيامة اسمه يوم البعث ويوم النشور هذا اليوم ليس فيه مكان تحتمي به حتى الأرض وحتى الجبال وحتى الشواهق البنايات كلها سوف تنسف ترجف الأرض هناك الزلزل في الأرض والجبال تتهدم وصارت كثيبا مهيلا سوف تصير مثل الصفصاف يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فخطاب موجه إلى هؤلاء القوم لكي يخوفهم هذا منهج التربية في القرآن ربنا كما عنده الوعد بالجنة والنعيم الخالد والرحمة وأهل السعادة لكن بالمقابل هذا الوعد هناك الوعيد هناك التخويف لأن الناس أشكال هناك من يحب أسلوب الوعد تقول له بأن رب العباد عنده جنة وعنده نعيم وقصور وخيرات يفرح لكن هناك من يرفض فربنا يعمد إلى المنهج التاني وهو منهج الوعيد التخويف لعلهم يرجعون ثم ربنا يؤكد لنبيه محمد يقول له إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لماذا ذكر هنا اسم فرعون لأن هؤلاء المشركين كان من بينهم جماعات من الطائفة اليهودية كانوا مع أهل القبيلة القراشية وفي المدينة المنورة فكانوا يقول لعل هذا النبي كذاب لعل هذا النبي مدعي هذا النبي كذا وكذا فيذكرهم بأن بني إسرائيل أيضا قد مروا بنفس المرحلة كان هناك مشركون وكان هناك الطائفة مؤمنة وجاء نبي الله موسى الكليم ودعاهم إلى دين الله فقالوا إن هدنا إليك يعني اهتدينا إليك ربنا ومن ثم سموا اليهود فهؤلاء القوم صاروا من عباد الله ومن أهل الله وربنا قال لهم فضلتكم على العالمين ويدكرهم هل تذكرون ماذا صنع بكم فرعون وقد حميناكم بقوة إيمانكم فهؤلاء القوم أيضا إن يحتموا بالإيمان فهم في نجاة وإن لم يحتموا فإنهم في ضلال فقال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا فأخذناه أخذا وبيلا فرعون نموذج لبشر يتفرعا ويعتز بقوته وجبروته ويقول أنا ربكم الأعلى وفي التاريخ هناك ثراعن كثر وسيبقون إلى قيام الساعة هناك من هو معجب برأيه معجب بمواقفه ومعجب بسلطته وبماله وزبانيته لكن الله تعالى يخبر بأن هذا نموذج تم إغراقه فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ربنا يذكرنا بهؤلاء القوم قد لا يمسكم الآن قد يترك لكم الحبل على الغارب وتفعلون ما تشاءون ولكن هل تظنون أنكم ستفلتون من العقاب يوم القيامة فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا يوم القيامة من شدة الأهوال الأطفال يشيبون الشعر يصبح أبيضا من الخوف وأهوال يوم القيامة السماء منفطر به انقسام السماء تنشق السماء كان وعده مفعولا هذا أمر مفعول أكيد سيكون هناك يوم اسمه يوم الوعيد وهذا تهديل لكل من يعتدي على الإسلام والمسلمين ثم ربنا عز وجل لماذا كل هذا الخطاب مر فيه لين ومر فيه شدة هذا كل مجرد تذكرة فقال ربنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذا مجرد موعدة موعدة بليغة لعل أهل الشرك وأهل الإلحادي وأهل النفاقي وأهل الزندق كل هؤلاء الرافدين لعلهم يهتدون فينقلبون إلى أهل الإيمان وأهل اليقين يذكرهم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا المشيئة أنت حر لا إكره في الدين لكن عليك أن تستعد إلى يوم القيامة ثم يقول الله عز وجل في ختام السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تلت الليل ونصفه وتلته وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قردا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هكذا تنتهي السورة بدأت في الأول بأمر النبي الكريم بقيام الليل أمرت بأن يقوم نصفه أو تلته أو أكثر من ذلك لكن فيما بعد الأمر صار عاما لم يعد فقط للمزمل لهو سيد النبي وإنما صار الأمر لكل المؤمنين والمؤمنات كل أصحاب النبي صاروا مطالبين بقيام الليل إن ربك يعلم لقد تأكد يا محمد بأنك امتتلت للأمر وهذه الأيام كلها والليالي تقوم الليل لست بمفردك وإنما من معك وطائفة من الذين معك يعني الصحابة الأول الطليع الأولى من الصحابة الذين كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يسمى التربية الأرقمية الصالحون المستقيمون فكانت أهم أهم شيء في التكوين وهو قيام الليل لم يكن يجتمعون لقراءة منشورات ولا لقراءة أفكار إديولوجية ولا لأفكار نقابية ولأفكار فيها صراع وإنما كانوا يقومون الليل أحسن تربية من أراد التربية الإيمانية ومن أراد القوة ومن أراد أن لا يتزعزع عليه بقيام الليل وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ربنا أراد أن يخفف عنهم في الأول كان قيام الليل إجباري لكن فيما بعد صار استحباب وعلى أقل تقدير فقال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يا أهل الإسلام لن تستطيعوا قيام الليل ليس كلكم هناك طائفة فقط تستطيعوا أن تقوم الليل لكن طائفة أخرى ضعيفة وعاجزة فربنا تاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم لكن يطلبوا مننا جميعا فقرأوا ما تيسر من القرآن إياكم أن تهجوا القرآن إن هجرتم قيام الليل وقلتم ما عندنا وقت وعندنا أشغال وعندنا مهام وعندنا تكاليف جسام إياكم أن تنسوا قراءة القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى هناك فئة مريضة لا تستطيعوا أن تصلي الليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هؤلاء التجار والعاملون والمستخدمون ما عندهم وقت وآخرون يقاتلون في سبيل الله هؤلاء الجنب كانوا أيام زمن الجنب في سبيل الله اليوم هناك العساكر ورجال الأمن ورجال الضرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية كل هؤلاء عندهم دور في الحراسة الليلية وحماية الأنفس وحماية الأمن العام وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه يا معشر أهل الإسلام عليكم أن تقرأوا القرآن إذا لم تكونوا قادرين على قيام الليل فقرأوا القرآن ثم يزيد ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لابد لكي تكون هذه الفئة المؤمنة بمدى تتميز بإقامة الصلاة إذا جاء وقت الصلاة نعرف المؤمن من عير المؤمن المؤمن لما يسمع الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يتوضى ويتقدم للصلاة غير المؤمن ربما يختفي ربما قد يتظاهر ويغيب عن الأنظار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا في أول الإسلام الزكاة هنا لم تكن الزكاة المعلومة اللي فيها النصاب وفيها مرور الحول وفيها الشروط المعروفة وإنما كان المقصود بها هي العطاء التضامن يعني أن الإنسان يجود بوقته في العبادة ويجود بصحته ويجود بماله كل لكي تبين لله تعالى بأنك معطاء وبأنك مؤمن وبأنك تجود بجزء من مالك على الضعفاء والمساكين وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أكتلوا أي عباد الله من العطاء ثم يبشرنا ربنا يبشرنا فيقول هذا الخير اللي قمتوا به من قيام الليل ومن تلوة القرآن ومن إقامة الصلاة ومن إتاء الزكاة كله لن يضيع وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرى هذا العمل سوف تجدونه كثير يوم القيامة كمثل من زرع زرع فقط حبة من القمح ثم صارت سنبلة أو زرع نبتة فصارت شجرة ثم حق من الأشجار ربنا يعطي الكثير كبثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وفي الختام ماذا يأمرنا ربنا عز وجل ويقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم لماذا أمرنا بالاستغفار لأن الإنسان قد يعمل العمل فيقع في الرياء أو أنه قد لا يعمل أصلا أو يعمل عمل قليل كل هذا فيه فيه نوع من التقصير لهذا أمرنا ربنا عز وجل أن نكتر من الاستغفار لكي يؤدي عننا من لم يستطع يكفيك الاستغفار يؤدي عنك الله تعالى المهام الأخرى ويعطيك جزاء قيام الليل وجزاء تلاوة القرآن وجزاء الصدقات واستغفر الله إن الله غفور رحيم أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الصورة المباركة وما فيها من توجيهات ربانية أطلقها ربنا من فوق سبع سماوات على نبيه المشتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلاله كل أفراد الأمة إلى قيام الساعة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة